نظمت جامعة طنطة قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأحدى قرى مركز سيفتا بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة ذلك بالتعاون مع لجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء هذا وقد أكد رئيس جامعة طنطة محمود زكي أن قافلة طبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لألف أربعمائة وخمسة وعشرين مواطنين بالمجان من أهالي قرية كما تم تحويله أربعين وأربعين حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والبطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال